السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وإخواني متابعين قناة كشف الجموز أحيكم في هذه العلقة وأشرح على الفرق بين التليسكوب والتي اكس نايفر جول والجهازين في الحقيقة يعني ممتازين على الذهب والذهب الخام التليسكوب عماق متر نصف إلى مترين مازال أمامي حوالي الميت متر 150 متر أما التليسكوب أربعم متر متر مازال أمامي وعمق من المترين نصف إلى أربعة أمتار وإذا دفين أكثر ممكن أكثر من هيك نحن نحن نحكي عن دفين صغير يعني لا يتجاوز مثلا أربعين جرام خمسين جرام ثلاثين جرام موافق إن شاء الله كل ما كثر يكون الدفين أكثر أفضل يعني أخواني بالنسبة لأشرح بشكل علمي بشكل علمي يعني لغة علمية آيونات الذهب دائما تخرج من التربة وحينما تدفن في سنوات وألاف السنين والأيام والكذا الأحماض والأيونات الذهبية التي تتداخل مع التربة ترتفع من التربة شيئا فشيئا بشكل متعرج ودائري فوق الدفين فهنا يلتقد الإشارة طبعا هنا المواد أخواني أن أنبهي يعني نسبة لألتينسكوب ونسبة لألتينكس هو ليس الكتروني هو ليس الكتروني هو ذرات ذرات الطبيعية التي تبحث عن الذهب غير الكترونية غير الكترونية يعني لا يحتاج إلى بطارية وليس له شحن ولا يحتاج إلى شيء كهربائي يعني وجدت أنا الحقيقة بعد بحث طويل والسنين من أن البحث الإلكتروني لا يكشف الذهب أخواني فتحنا كثير من الإدارات الإلكترونية داخل ليس له علاقة أصلا بكشف الذهب يمكنك تكشف أي شيء من الكوارتز وكذا ليس له علاقة محصن ذهب قد يكشف أي شيء فأنت تتوهم أن هناك الذهب فهذه الأيونات أخواني التي تخرج من التوربي بشكل كما قلنا بعد زمن فتتعرج إلى هنا التقاط الإشارة عن طريق أحد الأجهزة بشكل طبيعي في مواد طبيعية فيزيائية هي التي تتكون وتجلب الإشارة بشكل طبيعي غير مصنع لا الكترونية ولا دارات الكترونية هذا أردت أنا التنويه بهذا الأمر كما تلاحظون أخواني أضفنا إلى التليسكوب أضفنا له المقوي الإشارة الجديد أنتم رأيتم التليسكوب بدون هذا المقوي نعم أخواني أضفت له مقوي إشارة يزيد من قوته إلى الذهب ومن حساسية الكشف لديه وترقي إشارة الذهب وبنسبة أيضا لل TX Sniper Gold كما تلاحظون أخواني أيضا أنا أحمل التليفون وبنفس الوقت فهناك يعني نعم إخواني بالنسبة للجهازين يعني إن شاء الله وهذا جهاز أيضا TX رهيب بكشف الذهب وأعمقه ممتازة ومقبولة جدا وحسب سعره أنا قلت أنا ليست مشكلتي في الأسعار والمال أنا وفّد أشياء أتحدى بها إن شاء الله الشركات التي تقول يعني هناك أجهزة استشعارية ثمنة يعني يرتفع عن سبعة ألاف وثمانية ألاف دولار نحن نوفره بمئات قليلة من الدولارات فقط يعني عبارة عن تكلفة حتى الناس ما تتورط في شراء الأجهزة الباهظة والتي لا تؤدي إلى نتيجة يعني لو كان لها نتيجة ربما أبو الجهاز يعني صاحب العاش تلات ألاف دولار لكن من يمتدك هذا المبلغ يعني حتى وقد يكشف وقد لا يكشف ليس هناك يعني شيء أكيد يعني ليس هناك شيء جهاز مئة في المئة نستطيع أن نقول أنه يكشف فبالتالي إخواني نحن نحاول نوفر الإخوة للجميع نساعد ولا يهمنا مشكلة أخي المال ما في مشكلة يعني مئات بالتكلفة التي نستطيع أن نوفرها للإخوة جميعا إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع والرزق للجميع إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته